اشتركوا في القناة خلال لقائه عدداً من الشباب رئيس الدولة الشباب المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الإمارات محمد بن راشد يؤكد أن الإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة ولي عهد الفجيرة يؤكد توجهات حمد الشرقي الاهتمام بالشباب والناشئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدداً من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتبادل سموه الأحاديث الأبوية وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم حث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الشباب في دولة الإمارات على التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده وادعهم إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها والإحسان إلى الوالدين ورعايتهما والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيفة وتبادل سموه خلال لقائه عدداً من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب الأحاديث الأبوية وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم مشيداً بما سمعه منهم من مقترحات وأفكار تعكس وعيهم تجاه القضايا التي تهم الوطن في حاضره ومستقبله مؤكداً أن دولة الإمارات تبحث عن الأفكار النوعية النيرة كما أكد سموه دور الشباف في الحفاظ على سمعة دولة الإمارات وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير دول العالم واحترامها وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات تتقدم بوترة سريعة وكبيرة وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بوضوح رؤيتها وتحديد استراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب مشيرا إلى أن الدولة تؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها وضف سموه أن العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه لكن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم وقال سموه أن تحدي الأزمات مثل كورونا دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائية من خلال البدأ في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمحة وفق أحدث الأساليب التكنولوجية مشيرا إلى أن الإمارات تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا شأن لتحقيق الأمن الغذائي وعرب سموه في الختام عن تمنياته التوفيق للشباب في الإمارات في تحقيق تطلعاتهم وخدمة مجتمعهم ووطنهم أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة وقال سموه على منصة أكس في اليوم العالمي للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم نفخر بأننا دولة شابة تصابق غيرها بروح الشباب نفخر بأن شعلة الهم والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة نحن دولة مكنت الشباب فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم وتحتفي الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يصادف في 12 أغسطس من كل عام ويتناول هذا العام موضوع تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق وتعزيز الاستدامة في العالم تشارك الإمارات العالم احتفالاته باليوم العالمي للشباب بمسيرة ملهمة وآليات تمكينة حيث سطرت إنجازات يشار إليها بالبنان لأن الشباب هم عماد نهضة المستقبل نجاحات استثنائية يسطرها شباب الإمارات ويثبتون أنهم رهان الوطن الرابح في حاضر تتعظم إنجازاته ومستقبل يتم الاستعداد له ليكون على قدر الطموحات انطلاقا من رؤية مستنيرة ونهج راسخ أرسد دعائمه القيادة الرشيدة يقوم على التمكين ومواكبة التطلعات واستشراف أفاق مستقبلية لا حدود لها بمسؤولية وعزمة مقدمين نموذجا يحتذى لشباب العالم في يومهم بسجل حافل بالمهام الناجحة على الأرض وفي السماء فأصبحوا بكل جدارة مصدر الأمل وعنوان ريادة فريدة بما ينعمون به من قدرات وكفاءة ومهارات علمية وإيمان مطلق برسالة الوطن وتوجهته فهم اليوم يشغلون مناصب قيادية وعلى أعلى المستويات مع التركيز الدائم على مأسسة تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية واحتضنت الإمارات طموح الشباب العربي بالدعم والتشجيع للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لهم ولأوطانهم والارتقاء بدورهم ورعاية طاقاتهم وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة وتأمين الفرص اللازمة لترى أفكارهم النور وتحويلها إلى مشاريع تعود بالخير على مجتمعتهم جهود الإمارات لدعم الشباب وبناء الإنسان العصري والمنفتح تتجاوز الحدود لتمد شباب العالم بالأمل والقدر على النهوض لتكون الإمارات الوجه الحلم الأكثر تفضيلا للشباب العربية بوصفها منارة الحداثة وتتعظم النهضة الوطنية الحضارية بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة والثقة بعزيمة الشباب الذين يبهرون العالم بتقدمهم ويؤكدون أن المستقبل للإمارات فهم قوة الوطن وقلبه النابط في مسيرة مجده ورفعته بتوجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله تواصل حكومة الفجيرة جهودها في مجال تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم وإمكانياتهم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله بالاهتمام بفئات الشباب والناشئة على الصعود كافة ومتابعة دائمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله تولي حكومة الفجيرة اهتماما دائما بالشباب وتحرص على تمكينهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة وبناء جيل يعزز دوره الفاعل في بناء الوطن وتنميته وصناعة مستقبله الزاهر وأطلقت مبادرة محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب تأكيدا على أهمية الدور الأساسية الذي يلعبه الشباب في مسيرة التنمية المستدامة واعتمدت حكومة الفجيرة منظومة التمييز الحكومية التي يقودها برنامج الفجيرة للتمييز الحكومية وأطلقت مشروع خبراء الفجيرة خبير اكس الذي يعد نوال الخبراء المختصين في الإمارة ويهدف إلى تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر المحلية خصوصا من فئة الشباب لإعداد خبراء متخصصين في مختلف المجالات وتطوير مهاراتهم وخبراتهم لإنشاء مرجع عالمية في مجال إعداد أفضل الخبراء لصناعة مستقبل إمارة الفجيرة وفي المجال الثقافي والإبداعي أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليعهد الفجيرة حفظه الله دوما على دعم الموهبين من جميع فئات المجتمع والاحتفاء بإبداعاتهم وتمكينهم واستقطاب العقول المبدعة في شتى المجالات وعلى الصعيد الرياضي أكد سموه على دور النوادي والمؤسسات الرياضية في استقطاب الشباب وتعزيز وعيهم الرياضية وتنمية اهتماماتهم في مختلف المجالات الحياتية وفي مجال التكنولوجيا سخرت حكومة الفجيرة جهودها ومواردها لصنع جيلة متميز قادر على صنع ابتكارات جديدة لتسير حكومة الفجيرة بدعم ورؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ومتابعة ولي عهده لتوفير بيئة يستغلها الشباب للتميز والإبداع في مختلف المجالات قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله إنه اليوم العالمي للشباب نشد بعزما على أيدي شبابنا ونفاخر بإرادتهم وقدراتهم التي يراهن عليها الوطن في بناء حاضره والسير نحو مستقبله بهمم عالية وطموحات استثنائية وقيم راسخة تترك أثرها في العالم أنتم مستقبل الفجارة وفخر الإمارات كنا ثقى بكم وباستمرار عطاعكم وتفانيكم في خدمة وطننا الغالب ترجمة نانسي قنقر أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله دور الأنشطة والبرامج الثقافية والمجتمعية في تمكين الكوادر البشرية خاصة جيل الناشئة والشباب وتطوير قدراتهم وتوسيع مداركهم وأهميتها في نشر القيم الرفيعة التي تعزز وعيهم الإنساني والمجتمعي جاء ذلك خلال حضور سموه حفل ختام الدورة الصيفية السنوية لطلبة وطالبات المدارس أجيال الشرطة في نسختها الثامنة عشر للطلاب والرابعة للطالبات في قاعة البيت متوحد بالفجيرة والتي تقام بتوجيهات ورعاية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله وبتنظيم القيادة العامة لشرطة الفجيرة وأشار سموه لعهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله بالاهتمام بفئتي الشباب والناشئة على الصعود كافة وتشجيعهم على الالتحاق بالبرامج والأنشطة التي تسهم في تمكينهم بإيجابية في المجتمع ودعم مسيرة بناء حاضر الدولة واستشراف مستقبلها وترم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة حفظه الله الطلبة والطالبات الأوائل في الدورة داعيا إياهم إلى مواصلة رحلة التعلم والتجريب واكتساب المعرفة غرص محصن بنبل القيم ترعاه رؤى تتبنى التطلعات لبناء جيل واعد يرفض المستقبل بهمم فتية ودفعة جديدة بارك نجاحها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليعهد الفجيرة حفظه الله بشهادات تكريم تأتمل 568 طالبا وطالبة على تحمل المسئولية والانطلاق بثقة لتحقيق الطموحات بعزم وأقدام شكرا سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليعهد الفجيرة على هذا البرنامج أجيال الشرطة نحن فخورين أن نحن مشاركين بهذا البرنامج ونحن فخورين أنه كان سلطان النيادي بالفضاء ويكلمنا وعلمنا عن الفضاء وزرنا مطار الفجيرة الدولي طبعا تعلمت في هذه الدورة كيفية تفك السلاح مع العصمة بدونها خلال أربع ثوانا وكيف يمشي مشاهل عسكرية بعد تعلمت دروس الأكاديمي اللي تفيدني وتفيد الأخرين كانت تجربة وايض حلوة كانت رحلات عجيبة أشكر القيادة العامة على هذه الرحلات أول ما أكبر بأشتغل الشرطية وبدافع عن الوطن طبعا عشرون عاما من الحصاد الغزير للطاقات والقدرات والاستثمار في تنمية المهارات توجى بتخريج الدفع الثامنة عشر للطلبة والرابعة للطالبات من أجيال الشرطة مسلحين بروح المثابرة والمبادرة والاقتداء بخير قدوة والنهل من العلوم الشرطية والمعارف الأكاديمية والتدريبية واتساب فضائل أخلاقية حميدة في مناخ تفاعلي لبناء شخصية إيجابية تكبر بها الآمال كانت بدايات إطلاق برنامج جيال الشرطة في عام 2003 وكانت ذلك بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خمد بن محمد الشرقي عضو المجلس تعالى لاتحاد الحالك من أمارة الفجيرة حفظه الله بهدف إنشاء جيل واعي يستغل كافة طاقاته بما يعود عليه بالنفق والفائدة وهذا البرنامج كما يحظى بمتابعة حثيثة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو عملية تلك الطاقات المجلسة لدى أبنائنا الطالب والطالبات لتسخيرها بما يعود عليهم بالنفق ومن الأوقات الفراغ لديهم من خلال سقل مهاراتهم من خلال المحتوى الأكاديمي والتدريب لهؤلاء الطالبة بما يعود عليهم بالنفق خلال فترة الإجازة الصيفية طبعا من خلال البرنامج نحن عندنا محتوى أكاديمي ومحتوى تدريبي يتناول عديد من المواضيع وخاصة بالمسجدات مع التوجهات الحكومية دولة الامارات العربية المتحدة من خلال تعرفهم بتوجه الدولة توجه نحو الذكاء الاصطناعي من خلال القيام بعمل زيارات ميدانية على سبيل المثال المتحف المستقبل الهدف نحن نطلع هذا الجيل على الإنجازات التي خططها دولة الامارات العربية المتحدة وأن يكونوا فخورين بتلك الإنجازات أن يكونوا خير مثال في عملية الجد والاجتهاد حرص بالغ على الاعتناء بالنشء وصق لمهارات قيادية ممكنة بمفاتيح العلم للبنة صالحة ترعاها عين ساهرة تنثر بذور التحفيز في قلوب خصبة لتنبت بذلا لا ينضب وولاء يرفع الراية وتزامنا مع اليوم العالمي للشباب يجدد مركز الشباب العربي التزامه مواصلة جهوده في مصار تمكين الشباب العربي وتعزيز ريادته في المجالات المختلفة بهدف المساهمة في إعداد جيل من القيادات العربية الشابة القادرة على بناء مستقبل أفضل للعالم العربي وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي تمكين الشباب وتهيئة البيئة الحاضنة التي تزودهم بالأدوات اللازمة للنجاح والتميز هو نهج استلهمته دولة الإمارات من رؤية الوالد المؤسس شيخ زايد طيب الله ترى والتزمت به وصارت عليه ليكون الاستثمار بالإنسان على رأس أولوياتها ودعا سموه الشباب العربي إلى مواصلة السعي والمثابرة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم والاستفادة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي يطرحها مركز الشباب العربي والمؤسسات الشريكة من أبوظبي إلى المنطقة العربية بما يخدم مجتمعاتهم وأوطانهم أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حرائق الغابات في ولاية هواي التي أسفرت عن عشرات القتل والجرحة وأحدثت أضرارا جسيمة وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأسر الضحايا متمنياتا الشفاء العاجل لجميع المصابين أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل ثلاثة عشر طن من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين بتوجيهات من القيادة الرشيدة وضمن استجابة دولة الإمارات ومدها يد العون لإغافة المدنيين المتضررين في السودان ودعمها الأشقاء السودانيين اللاجئين في دول الجوار وتوفير احتياجاتهم الضرورية وانطلاقا من نهج الدولة في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة أرسلت دولة الإمارات صباح اليوم طائرة مساعدات إلى جمهورية تشاد تحمل على متنها ثلاثة عشر طن من الإمدادات الغذائية طائرة المساعدات تهدف لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء السودانيين اللاجئين إلى تشاد إلى جانب دعم المجتمع المحلي خاص الفئات الأكثر احتياجا من المرضى وكبار السن والنساء ولم تكتفي دولة الإمارات على مدار الأشهر الماضية بمساعداتها الغذائية وحسب بل امتدت يد العون فيها لتقدم الخدمات الطبية وشيدت دولة الإمارات مستشفى ميداني في مدينة أمد جراس لتقديم خدمات علاجية للأشقاء السودانيين وللمجتمع المحلي بغية التخفيف من أثار الوضع الإنساني الناتج عن توفد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين حيث استقبل المستشفى منذ افتتاحه نحو ثلاثة ألاف وخمسمائة وتسع حالات مرضية كما أشار الشامس إلى افتتاح مكتب تنصيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في أمد جراس وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي صديق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثية للمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تقوم بتوفير الدعم للاجئين السودانيين في تشاد الأخبار من الإمارات متواصلة بعد الفاصل حياكم الله من جديد أعلن مركز الشباب العربي الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وبالتزام مع اليوم العالمي للشباب عن أعضاء النسخة الثانية من مبادرة رواد الشباب العربي ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي وتركوا بصمة إيجابية في مجتمعاتهم في حقل البحث العلمي بما يدعم تعزيز ارتباط الشباب باللغة العربية والهوية والمواطنة الصالحة وسمعة الشباب العربي على مختلف الأصعدة وتم الأعلان عن الرواد خلال حفل تكريم نظمه مركز الشباب العربي في أبوظبي بحضور معالي شمى بن تسهيل المزروعي وزير تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات جاهزية اللجنة لإنجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مشيرا إلى أن مقر اللجنة قد تم تجهيزه وفق أعلى المعايير لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لكافة أعضاء الهيئات الانتخابية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقارها بقاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان وتم خلاله مناقشة جدول الأعمال والاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وآليات مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة تمكنت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب بواجهة بناية سكانية من 15 طابقا في منطقة نعمي ثلاثة على شارع الشيخ خليفة بن زايد مع التمكن من إخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع إصابات وأفاد العميد عبدالله السيف المطروشي مدير عامل عمليات الشراطية بأن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بالشرطة يفيد بوقوع حريقا في البناية السكانية المذكورة وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة كمستجيب أول للحادث وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الحادث مع تنفيذ عمليات الإخلاق بالاشتراك مع الدفاع المدني وأخراج السكان من البناية وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني من دون تسجيل إصابات أو وفيات إلى جولة على أخبار محلية منوعة نجيزها لكم في هذا التقرير أطلقت شركة أبوظبي لإدارة النفايات تدوير بالتعاون مع شركة أبوظبي حملة قود بأمان حفاظا على سلامتكم التي تستمر طوال شهر أغسطس في مختلف مرافق الشركة بأبوظبي والعين ومنطقة الظفرة بهدف رفع مستوى الوعي لدى موظفي الشركة بما في ذلك سائقو الشاحنات والمقاولون حول أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع سلوكيات القيادة السليمة وتتضمن الحملة سلسلة من الجلسات التوعوية بحضور ممثلين عن شرطة أبوظبي حول إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء قيادة المركبات أطلقت النيابة العامة في دبي دليل الخدمات الشامل لجميع خدماتها القضائية الرئيسية والفرعية والمتوافقة مع المعيار الدولي لتجربة المتعاملين ويستعرض الدليل جميع الخدمات بشكل مفصل مع قنوات الوصول إليها لضمان رحلة مثالية للمتعامل تبدأ من مرحلة الاستفسار وتليها مرحلة التقديم على الخدمة ثم إنجازها وأخيرا قياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمة المقدمة إليهم أعلنت مدرسة 42 أبوظبي مدرسة البرمجة المبتكرة عن فتح باب التسجيل في نسخة شهر يوليو من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة والذي سينطلق في الرابع من سبتمبر 2023 وذلك بهدف اختيار نخبة جديدة من المرشحين للاندمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب إلى جولة على آخر أخبار الاقتصاد المحلي نوجزها في هذا التقرير وقعت إيج أحدى المجموعات الرائدة عالميا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية استراتيجية مع شركة تيربو ماشين أحدى أبرى الشركات تطوير محركات التوربينات في البرازيل للتعاون بين الجانبين بشكل وثيق على تطوير المحركات والتوربينات الغازية وحلول الاحتراق بمساعدة البلازمة مما يعزز قدرات إيج التكنولوجية المتقدمة في إطار التزامها بالابتكار في قطاعي الطيران والدفاع أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد عن اتفاقية بيع حصة 50% في شركة تبريد باركس للاستثمار إلى شركة DHA-DCP وهي شركة تابعة لشركة دبي القابضة للاستثمارات وتعتزم تبريد الاحتفاظ بحصة 50% في تبريد باركس بعد إتمام صفقة البيع التي تبلغ قيمتها 99 مليون و800 ألف درهم احتفظ مطار دبي الدولي بمرتبة الصدارة عالميا كأكبر مطار دولي في الساعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم خلال شهر أغسطس الجاري وسجل 4 ملايين و96 ألف مقعد بنمو بلغ 21.2% متفوقا على مطار لندن هيترو بفارق يزيد على 830 ألف مقعد مجدول على الرحلات الدولية تلاه مطار أمستردام في هولندا في محل مطار باريس الدولي في المركز الرابع وذلك وفقا للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة O.A.G الدولية واصلت العربية للطيران أداءها القوي في تحقيق استراتيجية نمو ناجحة وتسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام 2023 بأرباح صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام بزيادة نسبتها 187% وارتفعت إرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 25% مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 3 ملايين و800 ألف مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023 انتلاقا من مراكز عملياتها السبع باتفاع نسبته 37% فيما وصل معدل إشغال المقاعد إلى 76% ومن أخبار الاقتصاد المحلي إلى أخبار الرياضة المحلية نجزها لكم في هذا التقرير يخوض 36 حكما من قضاة ملاعب الدرجة الأولى معسكرا خارجيا في المغرب بداية من الاثنين المقبل وحتى الثاني والعشرين من أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد من المسابقة 2023-2024 وكان قضاة ملاعب دوري أبنك للمحترفين أنه معسكرهم الخارجية في المغرب والذي أقيم على مدار أسبوعين استعدادا للموسم الجديد من المسابقة والمقرر انطلاقه في الثامن عشر من أغسطس الجاري وشهد المعسكر مشاركة تسعة وثلاثين حكما ومساعدا خضع لبرنامج مكثف من التدريبات اليومية والاختبارات البدنية ومجموعة من المحاضرات النظرية تنطلق اليوم السبت فعاليات سباق السرعة وتحدي الزمن الأفضل في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورميلاتو والمقامة بمدينة كلابيدا في لتوانيا ويشارك في هذه الجولة تسعة عشر زورقا من اثني عشر دولة يتنافسون في مسار يبلغ طوله الف وثمانمائة وخمسة وسبعين متر على ساحل بحر البلطيق وتنطلق زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي بطل العالم ثلاثة مرات ومنصور المنصوري لتحقيق أفضل وأسرع زمن وتسجيل أقوى توقيت في مسار السباق لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيسي يوم غد الأحد تنظم أكاديمية بوذيب تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الجولة الخامسة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز من ثمانية أشواط ويهدف الدوري الصيفي لقفز الحواجز لرفع أداء الفرسان المبتدئين وتطوير مهاراتهم على ارتفاعات وفئات مختلفة للأطفال والمبتدئين والخيول الصغيرة بالإضافة لفئة المحترفين والتي تشهد مشاركة فرسان من أندية ومؤسسات مختلفة في الدولة إلى عنوين الصفحة الإقليمية والدولية اليمن يعلن استكمال تفريغ خزان صافر إكواستدرس الخيارات العسكرية للتدخل في النيجر هو بلينكين يبحث مع رئيس النيجر السابق احتجاز بازون أهلاً ومرحباً بكم أنجزت الأمم المتحدة مهمة تفريغ خزان صافر إلى الناقلة البديلة اليمن ها هو خزان صافر بات خالياً من النفط عقب عملية إفراغ استمرت أيام ونجحت في إبعاد خطر تسرب ضخم كاد يهدد البيئة قبلة سواحل اليمن وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 25 يوليو تموز الماضي بدأت تفريغ النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة نوتيكا التي جرى تغيير اسمها لاحقاً إلى سفينة اليمن لنقل نحو 1.1 مليون برميل من الخزان المتهالك والخزان هو في الأساس ناقلة نفط تعود ملكيتها لشركة النفط اليمنية الحكومية لكن بسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015 تحول إلى قنبلة موقوطة عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق إتمام العملية لاقى ترحيباً دولياً حيث رحبت مملكة العربية السعودية بإكمال الأمم المتحدة تفريغ الخزان وثمنت في بيان صادر عن خارجيتها جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمل الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم صافر وشكرت السعودية قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعم لتسهيل العملية بنجاح واقتدار كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين في بيان عن إشاداته بتلك العملية التي وصفها بأنها معقدة معتبراً أن نجاح تفريغ الخزان بمثابة نموذج قوي للتنصيق والتعاون الدولي في المستقبل لمنع الأزمات قبل حدوثها بدورها رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر حسابها على منصة أكس باستكمال عملية نقل النفط أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سوياً عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سليمي الذي غادر مؤخراً منصبه من دون أن يتم تعيين خلفاً له وقالت الوزارة في بيان أن أنشطة سليمي الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنصيق مع كل من بريطانيا وكندا توقف تلفزيون لبنان عن البث وسط إضراب موظفيه المستمر منذ الثالث من شهر أغسطس الحالي للمطالبة بحقوقهم واستمرت تلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة منذ ذلك الوقت لكنه توقف عن البث اليوم وأعلنت رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق بتصريح لها عن أن قرار الإضراب كان للمطالبة بالحقوق والمطالب المحقة باعتراف وزير الأعلام زياد مكاري موضحة أن الموظف في تلفزيون لبنان يتقاد حتى اليوم راتبه الذي يتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة لبنانية ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية تسعة وثمانين ألف ليرة لبنانية إكواز تدرس الخيارات العسكرية للتدخل في النيجر وبلينكين يبحث مع رئيس النيجر السابق احتجاز بازوم أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسنينية وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمد إيسوفو أعرب بلينكين عن قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل طروف متدهبرة للرئيس بازوم وعائلته وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف أن الرئيس بازوم وعائلته محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام بدوره قال وزير خارجية النيجر بأن الخيار العسكري الذي تدرسه إيكواس ليس حربا ضد النيجر وشعبها بل عملية ضد محتجزين رهائن وأعلنت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيكواس أن قادة جيوشها سيجتمعون الأسبوع المقبل في حين توقع أحد القادة العسكريين بالمجموعة بأن الجيوش بحاجة إلى ستة أشهر قبل التدخل في النيجر التي يوفد مجلسها العسكري وزير الدفاع الجديد إلى مالي في هذه الأثناء نقلت صحيفة وولفتري دورنل الأمريكية عن قيادي عسكري كبير في أحد دول مجموعة إيكواس توقعه بأن أي تدخل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر يحتاج إلى تحضير يستغرق ستة أشهر وأوضح القيادي أن قوة الاحتياط التابعة لإيكواس عبارة عن قشرة فارغة بحسب تعبيره تحتاج إلى التعبئة بالجنود والعتاد ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي رفيع قوله بأن التهديدات المضادة من مالي وبوركينفاسو وجينيا والقوات التي استولت على السلطة في النيجر قد تردع إيكواس عن اتخاذ إجراءات عسكرية أعلن انفصاليون سابقون في شمال مالي أن قواتهم تعرضت لهجوم من الجيش ومجموعة فاغنر الروسية المسلحة وأكدت تنصيقية حركات الأزواد على فيسبوك أن قواتها تصدت لهجوم معقد من جانب الجيش المالوي المالي وفاغنر في بلدة بير الواقعة في منطقة تنبكتو شمال البلاد وقال المتحدث باسم الحركة محمد المولود رمضان ندعو المجتمع الدولي لأن يشهد هذه أو على هذه الأعمال الخطيرة معتبراً الهجوم انتهاثاً لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية من جهته أعلن الجيش المالي أنه رد بقوة على محاولة لإقتراق موقعه متهماً إرهابيين في الحادثة روسيا تعلن إسقاط عشرين طائرة مسيرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم وشويغو يتفقد تجمع القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها بأن روسيا دمرت عشرين طائرة مسيرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقالت وزارة الدفاع بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربعة عشر طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات وفي موسكو قال مسؤولون بأنهم دمروا طائرة مسيرة كانت تستهدف العاصمة في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة وقالت وزارة الدفاع بأن طائرة مسيرة أوكرانية دمرت فوق المناطق الغربية لموسكو مضيفة بأنه لم تقع إصابات أو أضرار في سياق متصل تفقد وزير الدفاع روسي سرجي شويغو حميات القطب الشمالي النائية كما حلق فوق حقر التدريب المركزي الروسي في أرخبيل نوفايا زيميليا مع رئيس شركة روزاتوم أليكسي ليكاتشاف وطحص شويغو تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز مهام الوحدات المتمركزة في نوفايا زيميليا بما في ذلك استعدادها لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة وتأتي زيارة شويغو إلى حميات القطب الشمالي بعد إحراز القوات الروسية تقدما على عدة جبهات في أوكرانيا في الحرب الدائرة والمستمرة مدى بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير من عام 2022 اتفاق تبادل السجنة بين واشنطن وتهران يؤذن بتخفيف التوتر لكن لا تفاهم نوويا في الأطمق بعد عامين ونصف على توليد جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة وديبلوماسية حفيثة مع القيادة في إيران توصلت إدارته لأول اتفاق معها ينص على الإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين ويؤذن الاتفاق الحساس بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين ويعتقد خبراء وديبلوماسيون أنه قد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للرد على مخاوف منها ما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني غير أن عددا قليلا من الأشخاص يتوقعون اتفاقات كبرى والشيكة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام المقبل وكانت قد انهارت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي فرض قيودا على برنامج إيران مقابل وعود بتخفيف العقوبات لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه وشهد رئيس الأمريكي جو بايدن في تسجيلات مصورة خلال حملة انتخابية أواخر العام الماضي يقول بأن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في حكم الميت وقال مصدر قريب من المفاوضات بأن الاتفاق بشأن السجناء منفصل عن الملف النووي لكنه قال أيضا بأن الدبلوماسية أظهرت فعالية في خفض التوتر مع إيران واستأنف مسؤولون أمريكيون وإيرانيون الجهود الدبلوماسية في مايو على شكل اجتماعات غير مباشرة قامت بالترتيب لها سلطنة عمان مع محادثات تستطلع إجراءات للحد من البرنامج النووي لإيران بدون العودة كليا للاتفاق النووي وفق دبلوماسيين وبموجب اتفاق يؤكد مسؤول إدارة بايدن بأنه ليس نهائيا ستقوم كوريا الجنوبية بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة على حساب خاصة وفي خطوة أولى مقلت إيران خمسة أمريكيين أحدهم اعتقل قبل نحو ثمانية سنوات بتهم تجسس من سجن إلى فندق يحذى بحراسة قبل الإفراج عنهم الحرائق حولت بلدة تاريخية سياحية في هواي إلى رماد ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكا منذ أن أصبحت ولاية أمريكية في كارثة وصفت بالتاريخية دمر حريق الغابات المروع بلدة تاريخية سياحية في هواي مخلفا ثمانين قتيلا على الأقل وتعد بلدة لهاينا البالغ عدد سكانها 12 ألفا وجهة سياحية مفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورون جزيرة ماوي كل عام وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هواي منطقة كارثة طبيعية مفرجا عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الأعمار كما تم نشر الحرس الوطني في الجزيرة في المقابل شك بعض السكان من ضعف المساعدات اللازمة بحسب ما أفدت وكالة السحافة الفرنسية كما نقلت الوكالة عن أحد الخبراء أن الحرائق ليست أمرا غير معتاد في هواي إلا أنها تمتد هذه المرة على مساحة أكبر من المعتاد وامتداد النيران سريع وألسنة اللهب عالية كما تحدث عن ظروف أدت إلى اندلاع الحرائق بينها النباتات شديدة الجفاف وسقوط أمطار أقل من المتوسط هذا الربيع ودرجات حرارة أعلى من المعتاد يتوجه وليام لي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة اليوم السبت في زيارة أدانتها الصين وأثارت مخاوط مسؤولين تايوانيين من أن تؤدي إلى مزيد من النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة ولي هو المرشح الأول لمنصب رئيس تايوان في انتخابات يناير وسيتوقف فحص في الولايات المتحدة في طريقه إلى باراغوي لحضور أداء رئيسها اليمين وأيضا في طريق عودته وتقول تايبي وواشنطن أن مثل هذه الزيارات روتينية وليس هناك سبب يضع الصين لاتخاذ إجراءات استفزازية لكن بكين ردت بغضب على ما تعتبره علامة أخرى على دعم الولايات المتحدة لتايوان إيطاليا مرشحة لاستضافة النزال المرتقب بين ماسك وزوكربرغ وجوجل تختبر خاصية التوقيع الإلكتروني في المستندات ودرايف وأخبار تكنولوجية أخرى في هذا التقرير استقر الرأي فيما يبدو على اختيار إيطاليا لإقامة النزال المرتقب في قفص للمصارعة بين قضي التكنولوجيا إيلون ماسك ومارك زوكربرغ حيث كشف وزير الثقافة الإيطالي أنه تحدث إلى ماسك بشأن استضافة هذه المواجهة باعتبارها حدثا توجه إراداته إلى أعمال الخير وإذا مضت الأمور على هذا المسار فمن المتوقع أن يدر هذا الحدث ملايين الدولارات التي ستوجه إلى مستشفيات الأطفال إلا أن زوكربرغ قال أنه لم يتم الاتفاق على موعد النزال بعد وجاءت فكرة النزال في يونيو حزيران الماضي عندما غرد ماسك قائلا أنه مستعد للنزال في قفص مع زوكربرغ فما كان من الأخير إلا أن أجاب بالموافقة قائلا لماسك حدد المكان تختبر شركة جوجل خاصية التوقيع الإلكتروني في المستندات والدرايف وستكون الميزة الجديدة متاحة على نحو تجريبي للأفراد مشتركين منصة جوجل ووركسبيس على أن تتوفر للمزيد من المستخدمين خلال الأسبوع المقبلة وهذه الميزة تتيح للمستخدمين توقيع عقد رسمي مباشرة من جوجل درايف كما ستمنح المستخدمين القدرة على طلب التوقيعات الإلكترونية من مستخدمين آخرين داخل المستندات منحت ولاية كاليفورنيا صناعة السيارات ذاتية القيادة دفعة كبيرة حيث يسمح الآن لشركتين وايمو وكروز بأخذ ركاب يدفعون رسوما ليلا أو نهارا في جميع أنحاء سان فرانسيسكو ما يرسخ مكانة المركز التكنولوجي كمركز لصناعة السيارات المستقلة ويمثل هذا التحرك خطوة مهمة إلى الأمام للتكنولوجيا الوليدة حيث وقفت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا إلى جانب الشركات في مواجهة معارضة شديدة من بعض السكان والإدارات حيث سبق أن عرضت إدارات الشرطة والأطفاء توسيع خدمة السيارات ذاتية القيادة المدفوعة الأجر بسبب مخاوف من القيادة غير المنتظمة والتدخل في عملياتها إلى جولة على آخر أخبار الرياضة الدولية نوجزها لكم في هذا التقرير استهل حامل اللقب مانشستار سيتي حملة الدفاع عن لقبه بفوزه بثلاثية نظيفة على مستضيفه بيرنلي الصاعد إلى دوري الأضواء مساء الجمعة في افتتاحية الدوري الإنجليزي المنتاز وسجل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين قبل أن يسجل الإسباني رودري الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة وسبعين من عمر المباراة في مستهل مبارياته في الدوري الإسباني ينزل ريال مدري الثاني ترتيب الموسم الماضي ضيفا على فريق أتليتيك بيلباو الفريق الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشلوتي يسعى إلى استعادة لقب الدوري من الغريم برشلونة هذا ويعول الريال في غياب المغادر بينزما على لاعبه الجدد على غرار جود بيلنجهام في ظل تلقي الريال لخبر إصابة حارسه الأساسي كورتو واحتمال غيابه عن الفريق طيلة الموسم في حين يسعى صاحب الأرض إلى تحقيق الانتصار باستغلال عاملي الأرض والجمهور نهاية أخبار الرياضية الدولية في أولى مبارياته هذا الموسم في الدوري يستقبل باريس سان جرمان ضيفه لوريون إذ يسعى نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق بداية موفقة مع مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي بحضر لاعبين جدد انضموا للنادي هذا الصيف وتأتي هذه التحضيرات في وقت اعتبر فيه النجم الفرنسي كيليان أمبابي أن إدارة باريس سان جرمان خدعته الصيف الماضي عندما جدد عقده إذ تم التأكيد بأنه سيتم التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي وصانع الألعاب برناردو سيلفا لتدعيم الفريق مشيرا إلى أنه لن يترك الفريق هذا الموسم حتى ولو لم يلعبه ختام الأخبار من الإمارات في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة